ما يزال ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية في تهران مفتوحاً حتى الساعة بالرغم من محاولات إيران الحفيفة لإغلاقه آخر المستجدات حوله تصريحات أدلى بها رئيس هيئة التأمين المركزية الإيرانية غلام رضا سليماني يوم الاثنين قال فيها إن إيران لن تعوض الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية عن طائرتها التي سقطت عن طريق الخطأ في شهر يناير كانون الثاني الماضي لأن طائرة الركاب كانت مؤمنة من قبل شركات أوروبية عدة غلام رضا سليماني قال أيضاً بحسب الموقع الإخباري لنادى الصحفيين الشباب التابع للتلفزيون الإيراني الحكومي إن هذا القرار جاء كون أن الطائرة الأوكرانية مؤمنة من قبل شركات أوروبية في أوكرانيا وليس من قبل شركات تأمين إيرانية لذلك يجب أن تدفع التعويضات من قبل تلك الشركات الأوروبية وكان قد أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض جو في الثامن من شهر كانون الثاني يناير الماضي بعد إقلاع الطائرة مباشرة من العاصمة طهران فيما اعترف الطهران لاحقاً بأنه خطأ كارثي من قبل القوات التي كانت في حالة تأهب قصوى تعليقات غلام رضا سليماني جاءت فقط بخصوص الطائرات ولم تتناول التعويضات المحتملة لعائلات الضحايا ولم يصدر تعليق فوري من شركات تأمين الطيران الأوروبية حتى وقت تسجيل هذا التقرير وإن عدنا بالذاكرة إلى ما حدث وبعد حادثة السقوط التي هزت أوكرانيا ودولاً عدة ظلت الحكومة الإيرانية تراوغ في التعليقات والتصريحات وتحاول التنصل من أي مسؤولية تتحملها تجاه هذه الحادثة لكنها وفي تبديل كبير بعد ثلاثة أيام على تحطم الطائرة الأوكرانية قدمت إيران يوم 11 من شهر كانون الثاني يناير من عام 2020 اعتذارها على أعلى المستويات لإسقاطها طائرة البوينغ 737 الأوكرانية بالخطأ بطريقة غير مقصودة من قبل الحرس الثوري الإيراني وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تشعر بأسف عميق لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية معتبراً ذلك مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر وكتب روحاني في تغريدة له على موقع تويتر حينها التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن الصواريخ أطلقت بحسب تعبيره للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم طائرة الأوكرانية ووفاة 176 شخصاً بريئاً موضحاً أن التحقيقات ستستمر لتحديد المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء قبل ذلك قدم أيضاً وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف اعتذار بلاده بدون أن يعفي واشنطن من المسؤولية وكأنه يحاول مجدداً أن ينصل بلاده من المسؤولية ويحمل واشنطن المسؤولية عن ما قام به الحرس الثوري الإيراني وكتب ضريف تغريدة على موقع تويتر يوم حزين وضاف أن خطأ بشرياً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعت المغامرة الأمريكية إلى الكارثة بحسب تصريحه طبعاً وصدر الاعتراف الأول عن القوات الإيرانية التي تحدثت عن خطأ بشري تسبب بكارثة الطائرة وقالت في بيان النشرة وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الطائرة بدت هدفاً معادياً وأصيبت بطريقة غير مقصودة وأضافت في وضع أزمة ويتسم بالحساسية أقلعت الرحلة الأوكرانية رقم 752 من مطار الخميني في العاصمة طهران الطائرة وعند الإنعطاف دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد بعد أن اقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري الإيراني بينما كان الجيش في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب وهذه الصواريخ أرض جو من طراز تور أم وان قصيرة المدى من تصميم الاتحاد السوفيتي السابق لاستداف الطائرات أو صواريخ كروز وقر قائد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجزادة بالمسؤولية الكاملة عن الحادثة لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصرف من تلقاء نفسه وانتشر حينها على موقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة تسجيل مصور مدته عشرون ثانية أظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة وظهر التسجيل جسما يتحرك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحركه إلى الأمام وبعد عدة ثوانا سمع دوي انفجار وزير الخارجي الكندي فرنسوا فيليب شامباني أعلن أن إيران منحت تأشيرتين دخول لإثنين فقط من أعضاء فريق يضم 12 ممثلا كنديا كان من المفترض أن يصل إلى أراضيها وتحدث أنه يأمل في إيجاد تسوية لمسألة التأشيرات العشر الأخرى بسرعة وأعلن الوزير الكندي أنه تم في كندا تشكيل مجموعة تنسيق مع أوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا ستتحدث بصوت واحد من أجل إجراء تحقيق كامل وشفاف كما أكد رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن العدالة ستتحقق فيما تمارس الدول الأخرى المعنية بالحادث كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان ضغوطا لكي تجري إيران تحقيقا شفافا وقال ترودو في مقابلة أجرتها معه شبكة جلوبال التلفزيونية في معرض تعليقه على قتل 57 كنديا في تحطم الطائرة أعتقد أنه لو لم يحصل توتر وتصعيد مؤخرا في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون الآن في منازلهم مع عائلاتهم طبعا في إشارة إلى التوتر الذي قامت به إيران وأضاف أن الأسرة الدولية كانت واضحة جدا حول ضرورة خلو إيران من السلاح النووي لخفض التوتر الذي جرى بسببها وأعلنت إيران أنها أسقطت عن طريق الخطأ بعيد إقلاعها من طهران الطائرة بعدما أقرى الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة بطريق الخطأ وذلك بعد أيام من النفي القاطع لمسؤوليته عن ذلك من جهة أخرى دعت إيران مجموعة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرة إلى المشاركة في التحقيق وكذلك الأمريكيين والكنديين والفرنسيين والسويديين إلى اتباع وسائل العمل التي يطبقها الإيرانيون في هذه القضية وأيضا صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أنه على إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد استخلاص العبر من هذه المأساة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي قال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أبلغه في اتصال هاتفي أن طهران ستعاقب المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بحسب ما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ يوم 11 من شهر كانون الثاني يناير من العام الجاري وقال زيلينيسكي إن روحاني اعترف له بأن الطائرة أسقطت نتيجة خطأ عسكري مشيرا إلى أن كييف سترسل على الفور قائمة مطالب أخرى إلى إيران وطلب زيلينيسكي من طهران السمح بإعادة جثث 11 أوكرانيا قضوا في الحادث بحلول التاسع عشر من شهر كانون الثاني يناير الماضي معلنا أن الدبلوماسية الأوكرانية ستصدر بيانا حول قضية التعويضات وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن الجانب الإيراني متفق مع أوكرانيا في هذا الملف لكن حتى الآن لم يحدث أي تطور بهذا الخصوص من قبل الجانب الإيراني وفي اتصال هاتفي آخر هذه المرة مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أكد الرئيس الإيراني أن بلاده بذلت قصارى جهدها منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية معلنا ترحيبه بأي تعاون دولي للوقوف على ملابسات الحادث بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي الاستعداد لأي تعاون مع إيران في إطار القيام بالتحقيقات اللازمة بشأن هذا الحادث وكشف ترودو بأنه قال لروحاني أن كندا تطلب وضوحا كاملا حول المأساة الرهيبة على صعيد متصل أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران العاملة بالقرة بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر وذلك عقب اعتراف إيران بأن قوات الحرس الثوري الإيراني أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية والتوصية تمديد لتوصية سابقة من الوكالة للسلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع الشركات الطيران من التحليق في أجواء إيران على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم وأضافت الوكالة أن التوصية تأتي في ضوء بيان من إيران بأن قواتها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ بحسب التصريحات والتبريرات الإيرانية